سيد رجب أو خلد الصبر��؟ سيد الصبر صيف أو الشتان؟ شتن ياسمين صبري ولا رمي صبري كريم عبد العزيز أو أحمد السقء؟ كريم عبد العزيز، كبير حل決 لكن كريم محمود كنت قلت أنه كريم محمود كنت أقول كريم محمود كريم عبد عزيز ابن الأستاذ محمد عبد عزيز ربنا يبالك في الصحيحة محمد هنيدي ومحمد سعد واخترت هنيدي لأن من أول الناس اللي قالوا ان ربنا جعل سبب لكل الجيل اللي معاه واللي بعد منه واللي بعد منه واللي بعد بعد بما فيهم سعد بما فيهم سعد نفسه أخذ فرصة لما طلع في النظر مع علاء اللي علاء أصلاً أخذ الفرصة بعد ما هنيدي عمل سعيده هند روستن ولا مارلين من نوع هند روستن غادة عبد الرازل ولا سماء الخشاب غادة الخشاب بايمه الفؤاد ولا حسن خسني الله يرحمه ألف رحمه الله عليه الله يرحمه يحسن عمر ديب ولا ميا ديب ميا ميا صحيح 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 نجح لي لقى نصف صحيح 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 اجزب الا تسرق اجزب اجزب او تبارك ايه كمي او بالتليفون بأول واتساب لا يعني بعض الظروف اللي انت عارفين اللي امرت بياه بتاعه تعبط ولا تشبط تعبط ولا تشبط يعني ايه تعبط في تعاملاتك تعبط ولا تشبط بمعنى بمعنى انك تسيب الحبل وتتعامل بثلاسة ولا تشبط انك اول باول ما بتيسيفش حد تقف على كل حاجة لا لا اعبط تعبط لو هو ده المعنى ولو بعد العيش هتشبط ولا برضو هتشبط الاخر من يقول اليوم الاخره يعني هل خلقك هيديء بعد ما يفوت وقت بعد العيش اشبط يعني يا ريس فخلقك هيديء في اخر اليوم فهتروح مشابط بمعنى هتفضل تسايس تسايس تيجي في اخر اليوم بعد العيشة دي رمز يعني او مجازع يعني من كتر التعبيد يبدأ التشبيط يبدأ التشبيط من غير الكشوف ولا عواطف ولا الحرج يعني خليك فهم يعني ايه فك مجامل زاد على اليوم وده هيتعبنا انا انا مش جايين احنا مش جايين سوان هنا احنا هنا جايين نهزر انا وانت وانفوك ده جروب العمر والحلقة بتاعتك مهزبة زاد على اليوم وده قليلي ومهزبة في احنا بدأنا كده بدأنا الحلقة نسمي الله كده ونبدأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بس اعزة اقولك ملحوظ اقمر اخبالك انا مريس والسكة دي وانت عارف عمور ان انا اي برامج فيها الحركات دي خلاص كله معروف بحدش دلوقتي يجرم ونتصم بصراحة بالله كويس وانت عارف بالجرم اقول ايه البرامج انما انت عمر متولي فغايلك كويس فخلينا حلوين اولا انت دلوقتي يتدرش تمشي انت جيت البرنامج خلاص فنفعش تشتريت عليه وانت على الهوى ده انا امرأة واحد انا امرأة اتنين يا عم الناس انت لسه شفت الاسئلة بتاعتي عشان تستطبق الاحداث لين نيتك معايا فيها نظريات مؤامرة مسبقة بس عايز افكرك بحاجة غير جزاء والاحسان بحاجة غير والاحسان ياه انت بتحاول توجع قلبي وحتى قلتلي عمورة انا عاجبني اول اللي انت تعمل انا عاجبني اول اللي انت تعمل انا عاجبني اول اللي انت تعمل محاولة لما خلينا نبدأ بسم الله احمد زكي ولا نور الشريف بالنسبة لي وطبعا يمكن ناس كتير جدا من هشوفونا الوقتي هيعرفوا نور الشريف لارتباط شخصي نفسي بنور الشريف الف رحبة بنور عليك انه تقريبا تقريبا ده سجل خطواتي في السينما وفي الفيديو من اول ما بدأت يعني اشتغلت معاه وانا بقول بملتين ثلاثة وبعدين اشتغلت معاه وانا ليه الشرف اني بشارقه في البطولة زي الدالي وزي دم الغزال وزي مسجون ترانزيت واشتغلت معاه زمان 131 اشغال كتبت الاعدام قلب الليل يعني انا ما انسلوش انه احمد زكي هذا المصر عظيب انا ما اطلع تكلم عن العبد لله افها بالكلام انا فاهم بس قولي الاول انت قلت نور الشريف قول نور الشريف عشان انا في المنتاج احط انت ايجابتك ايه انا فهمت بالشرح بس انت مولتش كيف نور الشريف انت عتمانتش كلامي ايه لا اه ايه ايه نظرية الموامرة اهو كذا ولا كذا دي يا حبيبي ايه وبعد ما انت تشرح لازم انا احط بقى شط وانت بتقول نور الشريف اقولك قابتك في الآخر ايه؟ اه محمود عبد العزيز ولا يحال فخران؟ ده ايه؟ ده تاني سؤال يا جماعة ده تاني سؤال يا عم انت الاشخ هعمل ايه بعد كده؟ وبرضو نفس الحكاية محمود عبد العزيز ولا فخران؟ لو عايز مثلا ان اركز في السيمة هاختار محمود عبد العزيز يا الله الحمد اوكي لو عايز اركز في التلفزيون الدراما التلفزيونية والمسرحة ايوه هاختار ايه يا فخراني ربنا يبارك في الصحابة وخلص كذا وخلا كذا بقى ما ندخل فيها كذا اقسملك بالله انا ما قلت غير اتنين وما جاوبتش لسه عالتانية حلو رضا كوي انت ضمرتلي التنفو بس الحكي معاك حلو فانا سايبة ما اه خليسك ساعات حصي ولا شادية بص الاثنين دول بالذات مش هيجيله مش هابين لا في قبلهم ولا بعدهم زيوه يعني وعشان كده يا جماعة عايز ابعت له voice note اقول له الهدف من السؤال الحيرة انا عايز احيارك احيارك فانت لما تحتار وتختار اعرف هنا ان انت بتاعشة الاثنين بس من المضطرة تختار فاختارت مثلا سعاد بقى انت بتدع سنة زيادة يا اخي عايز اخش جوه صلاح عبدالله يعني شادية احلى مطربة ممثلت وسعاد احلى ممثلت شو تبص الاذابة العبقرية عمنا اختار بالله عليك قبل ما ربنا ارحمني امان انا ولا الميليجي ايه ايه هو كم ايه يا ابني في انت اولا انا اشكرك على زيادة كفية شكرا لا اعشان يعملوا بالعقل اوكي انا عرف ان انا بظلم الميليجي بظلم الميليجي بصراح انا بحاول اكبقى انت متواضع وانا بس الاسؤال ده وانت اقتخابك الميليجي انا مش فهم جاتلك الجرقة منين انك تقارب نفسك بالميليجي انت مجنون يا ابني لأ انت بستبيعي وانت جاوبت الميليجي لما انك قلت عاجل هو بيه انت بجد والله انا اتبح عند اقول عمر بتقول ليه انت بجد والله العظيم قلت منيك انا مش مصدقك طب اقولك حاجة طب الناس هتقول عليك ايه هتقول عليك هتقول عليك مجامل جدا هتقول عليك انت ايه ربنا يصر مقفلوش هقول عليك عظيم يا عم انا بقى اتحك لان انت مخدوق انا فكره وظهر اسرت انا اصدق يوم